الحوارات السياسية بشأن الملفات العالقة ما زالت غير محسومة رغم قرب موعد بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان والذي يشكل ملف إكمال الكابينة الحكومية أبرزها وسط مخوف من استمرار الخلاف الذي سيهدد عمل البرلمان في فصله الجديد أمام مجلس النواب تحدي كثير لأرضاء الناس هل يستطيع مجلس النواب والنواب الذين فازوا في الانتخابات وأصبحوا نوابا وأعطوا عودا وأهودا للشعب العراقي بأنهم سيحققون الطموحات التي تسعى إليها الطبقات المجتمعية من قبل هؤلاء لكن أنا لا أتفائل البرلمان العراقي يفترض أن يستأنف جلساته السبت المقبل وسط مطالبات بأن يكون فصلا تشريعيا خاليا من الخلافات السياسية وأن يمارس عمله التشريعي والرقابي الذي تعثر بسبب المناكفات السياسية حول ملفات عدة أعتقد الأبرز القوانين التي سوف تكون موضع النقاش البرلمان العراقي أولا مناقشة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية وكذلك أكمال الكابير الوزاري بالإضافة إلى حسم قضية لجان البرلمان التي على عاتقها أن يكون هناك رقابة على أداء المؤسسات الحكومية مراقبون يرون أن ملفات مهمة وقوانين معلقة تنتظر أعضاء مجلس النواب لحسمها بعد أن بقيت حبيسة الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية دون الاكتراث للأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد الواقع السياسي بشكل عام يؤشر إلى أن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان لن يختلف عن فصله الأول في ظل قرب استئنافه وعدم التوافق بشأن الملفات العالقة فراس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد